الحلقة دي! الحلقة دي! الحلقة دي! واحدة من اهم الحلقات اللي انا هعملها في حياتي. ليه? لان انا تتعلق باطفالنا. اطفالنا اللي هم اهم حاجة عندنا. اطفالنا اللي يعنيهم ونظرهم مسؤوليتنا في الاول وفي الاخر. اولا لان الطفل ده ساعات كتير ما بيبقاش عارف ان هو يعبر ويقول عن الشكوى اللي هو او هو عيان او لأ. اهو اصلا طفل صغير لسه ما يدريكش يوم بيعرفش الكلام ومش فاهم اساسا. عشان كده في ده خاصص اسمه او آآ طب وجراحة العيون للاطفال. في الحلقة بقى دي هنعرف ملخص كده لكل امراض الاطفال هنقي منها الامراض المهمة والامراض الشائعة. مش هنتكلم عن كل حاجة لان ده كده هنحتاج تلات ايام عشان نتكلم. هنتكلم آآ من ساعة ما الام تحمل الحاجات اللي اللي ممكن تأثر على الجنين وعلى عينه وهو لسه في بطن امه اول ما يتولد ولو لقدر الله ده خل حضانة بعد الولادة ايه اللي ممكن يحصل النظارة هنلبسها امتى لو عنده حاول لو عنده ارتخاء لو عنده انسدات في القناة الدمعية لو عنده لقدر الله مية بيضة او مية زرق كل الحاجات دي. تابعوني وان شاء الله هنقسمها في الوصف في صندوق الوصف في هنقسمها لموضوعات صغيرة لو حد عايز يروح على طول على الموضوع اللي هو عايز. طب اثناء الولادة ايه الحاجات اللي ممكن تحصل اثناء الولادة وتأثر على الجنين. اول حاجة ومن الحاجات المهمة جدا شرب الالكحول. شرب الالكحول للام الحامل بيسبب مشاكل كبيرة ليطفل. بسبب مشاكل في تكوين المخ بيخلي المخ ينكمش. الكحول بيخلي المخ ينكمش ويزخر في الحجم. فالطفل ده هيبقى مولود عنده تأخر في الفهم. هيبقى عنده مشاكل في كل الاعضاء تقريبا ومنها العين. لان العين جزء من المخ. فهيبقى عنده ضمور في العصب البصري. وكمان ضمور في مركز البصري. وللأسف المضاعفات دي خطيرة وملهاش علاج غير ان الام اساسا ما تشربش الكل. الحاجة التانية وهي التدخين والتدخين ثبت ان هو بيأثر على العين في الكبار وفي الصغيرين. طيب الام المدخنة ممكن يحصل لايه? ممكن يحصل لها ان هي هتعمل هتولد بدري. ولما هتولد بدري الطفل هيخش في حضانة وهيتعرض للمرض اللي هنتكلم عليه دلوقتي وهو اي طفل صغير اتولد قبل معاده عشان هو صغير في السن بيخش حضانة وممكن ان هو ياخد اكسوجين عشان يعوض لسه او الرئة اللي هي لسه متكونتش. في مشكلة في الاطفال دول اللي كون لسه الشعيرات الدموية بتاعتهم لم تتكون. التغذية الدموية للشباكية متكونتش بالوضع الكافي. لما ياخدوا اكسوجين بجرعة عالية بتحصل مشكلة في الشباكية بتاعتهم. بيحصل ان الشعيرات الدموية دي بتبدأ يحصل فيها خلل في التكوين. بدل ما كانت هي بتكون بشكل معين? لا بتتكون بشكل تاني خالص. بقى بيحصل الشعيرات دموية جديدة بدأت بتظهر عشان تحاول تغزي الشباكية اللي ما فيها الشعيرات دموية دي. طب الشعارات الدموية الجديدة دي هتعمل ايه? في الاول هتبدأ تعمل رشح. وبعد كده هتبدأ تشد على الشباكية فيحصل انفصال في الشباكية. فالاطفال دول معرضين ان هم يحصل لهم انفصال في الشباكية. ولو تفتكروا الدكاترة بتوع قسم الاطفال اللي اتحكم عليهم بالسجن لانهم زي ما تقال في الحكم يعني ان هم اهمله وتسببه في فقدان البصر للطفل. الطفلة اللي كانت موجودة دي. فهو اي طفل مولود قبل اتنين وتلاتين اسبوع او وزنه اقل من الف وخمسمائة جرام. ودخل حضانة وخد اكسجين هاي دوز جرعة عالية من الاكسجين. يا دكتور الاطفال بعد اذنك هتطلب لي فحص شبكية كل اربع او خمس اسابيع. وبقى في دلوقتي علاجات نقدر ان احنا نسيف لعندي. نحن حافظ عليها. مش ما انتفقدش الابصار. في علاجات بالحق. في علاجات بالليزر. وفي علاجات بجراحات شبكية للاطفال الصغيرين وبتجيب نتائج كويسة جدا. حاجة تاني مهمة بتأثر على الاطفال نتيجة من الامهات في اسناء الحمل وهو مرض القطط او التوكسو بلازموزيز. تقول لي يا دكتور مرض القطط ده? هقول لك تعالي كده من قوله. القطط فيها ممكن تبقى شايلها ميكروب اسمه التوكسو بلازمة ده بينزل في اللسطول او الفضلات بتاعتها. ممكن ياكلها حيوان ما بقراء خروف اي حاجة. وانت تاكل الخروف ده ما يكونش متسوي كويس. ممكن الفضلات بتاعتها تنزل على اي خضروات فانت برضو ما تغسلهاش كويس. فيتنقل لك الميكروب ده. او ممكن انت تكون بتربي اي قطة وفيها الميكروب ده. فيتنقل لك مباشرة. طب بيعمل ايける توكسو بلازمة. اولا هو لو جيت لحد وهو كبير. ده بيعمل مشاكل والاتهابات اه الاتهابات الداخلية في العين. ممكن يؤدي ان النظر بتاعنا يفقد تماما لانه بيعمل سكار في مركز الابصار او تليف شديد في مركز الابصار زي ما هتشوفه في الصورة دي. شايفين البوع الكبيرة دي? دي دي يعني هوريكم الصورة الطبعية. ادي الصورة الطبعية هي. البتاع مركز الابصار والشبكية. شوفوا بقى الصورة دي بتاعت التوكسوبلازمة. خلاص الحتة بتاعت مركز الابصار دي اتاكلت تماما ونبقاش فيها نظر انت ممكن هيبقى عندك المرض بس كمان تنقليه حضرتك لابنك في أثناء الحمل هيتنقل الميكروب بتاع التوكسوبلازما هيعمل مشاكل كبيرة قوي في المخ أول حاجة الطفل ده ممكن لقدر الله يموت تاني حاجة ممكن يتولد ودماغه كبيرة ونسميها هايدروكيفلس اللي هي المية على الدماغ تالت حاجة هيعمل له مشاكل كبيرة قوي في النظر بتاعه ده لو كمله عايش الموضوع ده خطير جدا المشاكل ده بتبقى كبيرة لو اتنقل من الأم في الفيرستراميستر أو أول ثلاث شهور من الحمل طيب هتقول لي ازاي احمي نفسي من الموضوع ده أو ازاي انا احمي الجنين بتاعي أول حاجة طيب هتفتكروا ان انا هقول ايه أول حاجة لازم تغسل الخضار كويس قبل ما تاكله تاني حاجة لازم تسوي اللحمة كويس قبل ما تاكلها لان هي قدي اللي فيها الميكروب طب تالت حاجة لو عندك قطة لازم تتحبقى محافظ عليها ومتطمن عليها ان هي كويسة طب حضرتك بتربي قطة وهتبقي حامل الدكتور بتاعك بتعرفيه ان انت بتربي قطة ولو دكتور شاطر هيسألك وهيبدأ يعملك التحاليل بتاعت التوكسو بلازمة دي هيعملك الـ IgG والـ IgM بتاعت التوكسو بلازموزيز حامل نفسنا من التوكسو بلازمة الام الحمد لله بعقلها لسه ومتشربش الكحول ولا سجاير الطفل الف مبروك اتولد في معاده ومدخلش حضانة بص في عينه كده وقول الحمد لله بص في عينه كويس واتطمن ان عينه كويسة مفيش عين كبيرة او عين صغيرة وقول الحمد لله قول الحمد لله ان القرانية بتاعته مفيهاش عتامة واحدة من اكتر الحاجات اللي بتيجي في اسناء الولادة هي عتامة القرانية وقت الولادة ودي ليها كذا سبب ليها سبب ترومة ليها سبب انفلاميشن يعني ليها سبب خبطة ليها سبب التهابات بس اهم سبب فيهم المية الزرقة الخلقية في الاطفال المية الزرقة الخلقية في الاطفال نتيجة ان تصريف السائل الماء اللي جوه العين مسدود البلاعة بتاعت التصريف بتاع المية اللي جوه العين مسدودة فالمية عملة بتفرز وفي نفس الوقت البلاعة مكتومة فهتعمل ايه القرانية حجم العين هتتمدد القرانية حجمها هيزيد المية هتخش في القرانية فهتعمل عتامة بتتعرف ازاي؟ عتامة في القرانية زيادة في سمك او حجم القرانية الديامتر بتاعها القطر بتاعها الدكتور بيشخصها وكل ما هتتشخص بدري فرص برضو العلاج بتاعتها بتبقى كويسة ودلوقتي هوركوا الصورة بتاعتها من الحاجات الكومون قوي او الشقيعة اللي هتظهر بعد كده عند بعض الاطفال وهو انسداد القناة الدمعية كنا عملنا عنه فيديو قبل كده في عجالة الدموع بتاعتنا بتتصرف من هنا بتنزل تحت الانفيروتيربنت بتنزل جوه الانف عشان كده احنا لما بنبكي كتير بنحس بترشيح في مناخرنا نتيجة ان الدموع دي تصرفت ونزلت في الانف طيب الاطفال دول القناة اللي موصلة من العين للانف ساعات بتبقى لسه ما تفتحتش فبتعمل ايه القناة ديئة او مسدودة خالص الدموع بتيجي تتصرف مش عارفة تتصرف الدموع كده كده بتفرز هتعمل ايه اتقوم تكومها في العين طيب كمان شوية ايه اللي هيحصل هيحصل التهاب يعمل ايه يعمل صديد اللي هو اسف العماص التهاب عماص عين الطفل بتورم بيحصل له مشاكل هلأ لا في الاول خالص ليه هو المرض ده بيصير حوالي 10-15% من كل الاطفال المولودين 95% منهم بيخفوا الوحدون بدون اي تدخل وبدون اي علاقة كل اللي عليك ان هو لما يجيله للاتهاب ده انت بتكشف عليه والدكتور بيديله علاقة طيب على بعد 6-8 شهور كده هنبدأ نعمل حاجة اسمها مساج تدليك في المكان بتاع القناة دي عشان نحاول ان احنا نسلكه لو هو مسدود باي حاجة يتسلك لو حدى سنة سنة ونص بنبدأ ان احنا نعمل حاجة اسمها توسيع او بنعمل حق جوة القناة دي عشان نحاول نسلك وبنعمل بعد كده حاجة اسمها تسليك بس قلة قوي من الناس او الاطفال اللي هيوصلوا من المرحلة الاولانية اللي هم هيخفوا لوحدهم بعد كده هيعدوا بمرحلة التدليك او المساج بعد كده هيعدوا بمرحلة التسليك اخر مرحلة خالص لدول دول دول اللي هينركب لهم حاجة اسمها انبوبة داخل القناة الدمعية عشان تفتحها حاجة تاني برضو من الحاجات اللي بتظهر وهي الوحمة الدموية كتلة حمرة في الجفن كده تقريبا في المنطقة دي في الجفن هنا او على الجنب هنا الكتلة او الوحمة الدموية دي بتزيد مع العياط العين لما يحزق قوي عياط بتلاقي ان هي بتجبر طيب والحمر بتاعها بيقل لما تضغط عليها الوحمة الدموية دي حاجة او حاجة حميدة وان شاء الله بتروحوا ليها علاجات كتير ليها علاجات دوائية ليها علاجات بالليزر واخر حاجة خلص ان احنا ممكن ان احنا نشيلها دي برضو حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون شائعة هنخش بقى على حاجة تانية في الجفن هو ارتخاء الجفن جفن يا دكتور بتاع الطفل ده نازل شوية عن الجفن بتاع العين التانية طيب زي ما قولنا قبل كده الجفن نازل جامد يعني الجفن قفل كده والعين مش شايفة على طول ده لازم يعمل عملية عشان افتح الجفن دخل النور جوه يعدي ما يحصل لوش كسل ما يحصل لوش او حرمان الرؤية كسل حرمان الرؤية طيب والله الفرق ده بسيط يعني الجفن ده نازل شوية كده شوفوا كده عليا الجفن ده نازل شوية كده وبيدخل نور والجفن التاني لأ كويس هنعمل ايه ساعتها في الوقت ده احنا بنسيب بنستنى حاجة اسمها بنستنى ان الموضوع ممكن يتحسن شوية العضلة الرفعة اللي بترفع الجفن ممكن القوة بتاعتها تتحسن شوية هنستنى لحد امتى على طول لا هنستنى لحد اللي هو اللي هو قبل سن دخول المدرسة الطفل ده لو لسه عنده الموضوع الموضوع ملاحظ ممكن نعمله العملية اللي احنا بنرفع الجفن بتاعه اللي سن دخول المدرسة عشان احنا قولنا قبل كده ده السن بتاع تنمر العيال خلي بالك من عيالكو نروح بقى الواحد من الحاجات اللي بتعمل هس هس لكتير من الابهات والامهات تبقى شايل انت ابنك كده عادي مفيش حاجة انت مفيش في دماغك اي حاجة تلاقي واحدة بتقول لك ايه ده يا ابن انت ابنك عنده حاول ايه يا حبيب اللي في ابنك ده ابنك ماله بتجيب تقومي الام بقى والاب جايل لنا العيادة يا دكتور الحاق ابني عنده حاول من سبعين لتمانين في المية من الحالات اللي بتجينا الابهات بيشتكوا ان الاولاد بتاعهم عنده حاول هو حاول كاذب هو مش حاول اصلا الطفل دماغه قد كده يعني اللي اتنين جنب بعض فانت بتقول لك ان هو عنده حاول بس هو ما عندهش حاول بس فيه انواع من انواع الحاول لازم تركز فيها واحد من انواع الحاول اللي هو اسمه من اول ما طفل تولد عينه دخلة لجوه عينه دخلة لجوه بدرجة كبيرة يعني العين لازق هنا ركنة هنا عند الانف والعين التانية عادي بتتحرك عادي النوع ده مش بيتحسب بالنظارة وعلاجه عملية وممكن حتى يتقامل عند سنة ست شهور عشان العين دي ما تكسلش جامل نوع تاني من انواع الكسل وهو نوع الكسل المرتبط بضعف الابصار والاطفال اللي عندهم طول نظر عالي ممكن يبقى عندهم العين بتخش الجوه عندهم حاول انسي زي الحاول اللي احنا قلنا قبل كده اللي هو الاسنشال بس اقل في الدرجة شوية الاسنشال ده لأ حاول شديد وما بيتحسنش باي نظار بينما الحاول اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الطفل اول ما بيلبس النظارة بيتحسن ممكن يتحسن مية في المية وممكن يتحسن سبعين في المية واسعتها احنا نبدأ نشتغل على تلاتين في المية المتبقين دول بتزبيط العضلات شوفوا الصورة دي دي الطفلة عندها او الحاول الناتجة عن طول النظر قبل ما تلبس النظارة وبعد ما لبست النظارة بقت عاملة ازاي الحاول تصلح تماما طب في الحالة دي يا دكتور هل العلاج بتاعنا ايه العلاج بتاعنا نظارة فقط ولو حد قال لكم ليزك ما تسمعوش الكلام وانا عامل حلقة اسمها واحد من الحاجات المهمة جدا بقى والاسئلة اللي احنا بنتسئل فيها امتى اكشف نظر لبني امتى عرف ان ابني عنده ضعف نظر ها تفتكروا ايه اعرف ان ابني عنده ضعف نظر اول الحاجة لو لقيته بيزر ويمقق في الحاجة كده عشان يشوفها لقيته بيقرب في شاشة التلفزيون او الموبايل عشان يشوف كويس لقيت حتى لو هو طفل صغير مش شايف وهو مامته من بعيد مش شايف اللعب بتاعته يعني بتدمع بيصدع اول مراحل مدرسة للمدرسين بيشتكوا منه وهو بيشتكي بقلم جامد مثلا حتى لو هو ماسك الموبايل او اي حاجة من الحاجات دي ساعتها على طول لازم ان لان اخده واكشف عليه عند الدكتور ممكن يكون عنده مشكلة من مشاكل ضعف الابصار ساعتها لما تتحل ان شاء الله هيشوف كويس ومستوى الدراسة هيبقى كويس وخلي بالكو لو ليه نضارة يلبسها عشان بعد كده ما نجيش نعاية تنقول ايه عنده كسل يا دكتور وانا اقول لكم للأسف يا ريتنا كنا علجنا الموضوع ده من زمان من عند سن ستة لثمان سنين فترة تكوين النظر فخلي بالكو الوقت ده هو وقت تكوين النظر ووقت علاج الكسل وكنا زمان اي طفل في المدرسة بيتقاسلوا النظر بتاعه ولو عنده مشكلة بيتحول بعد كده للتأمين يعملوله النظارة طيب مفيش الموضوع ده مفيش الامكانية دي اعمل انت لابنك قبل دخول المدارس اصلوا النظر بتاعه وتحمي ابنك من ضعف النظر ازاي؟ ازاي نحمي ابننا من ضعف النظر؟ قالوا وعملوا دراسات لقوا الاطفال اللي بيلعبوا في الشارع والاطفال اللي بيمسكوا الموبايلات والاجهزة الالكترونية الاطفال اللي قضوا وقت طويل في الشارع في اللعب مش بيجي لهم قصر نظر زي الناس اللي قاعدة مسك الموبايلات وعمالها بتعمل نير وورك او بتشتغل بتشغل عينها في المسافات القريبة نصايح تانية لو حد عنده حساسية في عينه اتفقنا قبل كده ان هو ما يدعكش في عينه جامد لان ممكن يحصل حاجة اسمها قرانية مخروطية طب القرانية المخروطية لشيء بالشيء يذكر طفل او شاب بيكتشف نظر في عين واحدة غالبا من سطر ربنا عمال يضعف عمال يقل عمال بشوف المقاس كان خمسة بقى سبعة الاستجماتيزم كان اتنين بقى خمسة على طول تعمل يا باشا بنتا كان فحص قرانية لو عندك قرانية مخروطية بتعمل تثبيت فورا وبتعمله في العينين الاتنين لان من سطر ربنا ان هو بيجي في عين وبعد كده بيروح للعين التانية خصلنا الاخر حاجة واصعب حاجة عليا في الحلقة دي عايزكو لما تتصوروا لما تتصوروا وتشوفوا ريد اي ما تزعلوش يعني لما تشوف نقطة حمرة انعكاس النور الاحمر فوسط النن بتاع عينك الاتنين سواء انت او طفلك ما تقولش ايه دا ما الصورة طلعت واحشة انا عايز اكررها انا عايزك يشوف يشيلها لي. قول الحمد لله انت عارف الينعكاس بتاع النور ده معناها ايه? معناها ان نور الفلاش بتاع الكاميرا دخل ع القرانية عدها على الخزانة الامامية عد على عدسة العين. عدها على الجسم الزجاجي عدها على الشبكية. خد انعكس الشعيرات الدموية والتغزاية الدموية اللي هي لولها اخمر الدم بتاع الشبكية وانعكاس تاني. فطلع في الصورة. الصورة نور طلعy دخل جوه العين وخرج تاني ما قبلوش اي عتامة خالص معنى كده ان الميديا بتاعتك كويسة معنى كده ان القرانية بتاعتك شفافة معنى كده ان الخزانة الامامية بتاعتك ما فيهاش حاجة معنى كده ان العدسة بتاعتك ما فيهاش مياه بيضة ما فيش نزيف على الجسم الزجاجي ما فيش انفصال في الشبكية وما فيش المرض الخطير اللي ساعد بيبقى موجود وهو ريتون بلستومة او ورم الشبكية الحقيقة ان هو مش مرض كومن او شائع من فضل ربنا بس واحد من اخطر الامراض ورم الشبكية لو فيه طفل لقدر الله لقدر الله لقدر الله ام بتصور ابنها ولقيت انعكاس الفلاش بتاع مش احمر لقيت لون مختلف من فضلك اجري بيه على الدكتور هو مش لازم حتى في الحالة دي يطلع ريتون بلستومة او ورم شبكية ممكن يطلع لقدر الله عنده نزيف في الشبكية ممكن يطلع عنده مياه بيضة الحاجات دي اهون بكتير من الريتونو بلستومة بس احنا بنقول ان اي طفل اي طفل خلي بالكو عنده نقطة بيضة دي في نص العين عنده حاول مش معروف السبب يعني هو ريتونو بلستومة حتى يثبت العكس لقدر الله يحفظنا ويحفظ ولادنا كلهم ريتونو بلستومة ده مرض بيطلع من الانسجة اللي حاولين الشبكية ممكن يخش يخش على العين او ممكن يطلع فوق في المخ ويسبب وفاة طيب لو اتلاحق في الاول خالص ممكن يتعالج بعلاجات وما نحتاجش ان احنا نشيل العين بس الاسف لو بقى في مرحلة متقدمة هنضطر ان احنا نعمل اه نشيل العين خالص عشان نحمي بقى المخ ما يحصلوش اه مشكلة طبعا دي حاجة مأساوية واتمنى يا رب يا رب يا رب كل ولادنا الصحة والعافية يا رب انا عارف ان هي كتحالقة دسمة وحلقة كبيرة بس هي طلبت مني وانا قلت لازم اعملها اه خليكم معنا دايما وزعي دكتور دكتور محمد جودة مع السلامة اشتركوا في القناة